وينضم إلينا من اسطنبول المحلل السياسي ياسر بدوي أهلا بك سيد ياسر اعتراض كبير من المعارضة السورية أو بعض أفراد المعارضة السورية على وجود إيران في مفاوضات السانة وتوقيعها على اتفاق المناطق الآمنة فما هو مصير هذا الاتفاق بعد التدخل الإيراني نعم تحية لك وللمشاهدين الكرام الحقيقة ليس جزء من المعارضة هو المعارضة كلها هذا الاعتراض وقد سجلوا ذلك في بيان واضح وقعت عليه جميع الفصائل المشاركة في الأستانة رفض لأي دور لإيران المجرمة القاتلة التي قتلت ما قتلت كيف يمكن لها أن تكون ضامنا لأي حل من ضمن هذه الشروط التي وضعوها وهي واضحة تماما جدولة زمنية لخروج جميع الميليشيات الحاقدة الطائفية المدعومة من إيران من العراضي السورية حتى يتم تنفيذ أي اتفاق الثالث أيضا في هذا الجانب الذي أعلن من طرف المعارضة وهو ضمانة روسية واضحة والدول الضامنة طبعا روسيا وتركيا وقد تنضم الولايات المتحدة في فترات لاحقة لا نعلم من أجل تطبيق واطلاق النار هذه النقاط هي أساسية لجميع وفد المعارضة ولو جئنا من حيث المنطق ومن حيث المبدأ كيف يمكن لإيران التي قامت بافتعال كل هذه الأزمات وبارتكاب كل هذه الجرائم وكل هذا القتل ورفضت جميع الحلول السياسية منذ بيان جينيف بيان جينيف واحد في العام 2012 في حزيران إلى اليوم كيف يمكن لها أن تكون ضامنة لأي حل سياسي هذه الدولة التي عبثت ما عبسته في سوريا ودعمت النظام من أجل القتل والإجرام يجب أن تكون أوت أي حل سياسي لأنه لا يمكن وكذلك ينطبق على نظام بشار الأسد الذي فتح لها المجال والباب مصرعي على الأراضي السورية وحدث ما حدث لذلك إن عدنا إلى طريق المنطق اليوم نقول المعارضة أنها تتخذ المصار الحقيقي وأنها بدأت أن تتنبه للتكتيكات السياسية أو الأفخاخ السياسية التي توضع من أجل المعارضة والثورة في هذا الشأن وبالتالي اتخذت الإجراء اللازم لا يمكن الاستمرار بأي حل سياسي دون أن يكون واضح المعالم ومن أجل أن يكون واضح المعالم يجب العودة إلى جميع القرارات الدولية والمسار السياسي الذي سارت عليه العملية السياسية ليس من العام 2012 بيان جينيف ولكن منذ العام 2011 عندما طرحت الجامعة العربية مبادرتها سيد ياسر بما أن الكل يعلم أن إيران داعمة ومشاركة في المجازر الأسدية فمن الذي دعمها في هذا المؤتمر ومن الذي دعاها ومن الذي فرضها لتوقيع هذه الاتفاقية التي بوجودها لا شك أن المعارضة السورية لن توقع على هذه الاتفاقية نعم يعني الآن هذا موضوع فعلا يجب التنبه له قد يعني بشكل أساسي نستطيع القول أن روسيا هي من دعتها ولد الجانب الروسي حسابات يعني قد تكون حسابات سياسية حسابات تتعلق به ولكن هذا لا يعنينا أبدا نحن السوريين نحن المعارضة نحن الشعب نحن الثورة نحن هؤلاء الأمهات القتلى نحن هؤلاء الذين عانوا من شر الطغيان والقتل والإجرام والإرهاب الذي مرسته إيران في سوريا لا يمكن أن نقبل في هذا الأمر وبالتالي إن كانت روسيا تعتقد أنها إن جاملت إيران وجعلتها تجلس على الطاولة وأن تكون ضامنة يمكن أن ينجح تنجح العملية السياسية فهي واهمة ما لم يأخذوه بالقوة وما لم يحققوه بالقوة العسكرية والبطش والإرهاب والإجرام لا يمكن أن تهديهم له المعارضة السورية على طاولة المفاوضات وإلا ستكون المعارضة في مأزق وأنا سأقولها وعلى شاشة الأخبارية ستقطع يد من يوقع على مثل هذه الاتفاقيات التي تنتقس من حقوق الشعب السوري والتي يمكن أن تجعل المجرمين والقتل أمثال إيران ونظام بشار الأسد تجعلهم يدخلون في أي حل سياسي أو في مستقبل سوريا وهذا موقف معلم من المعارضة جميعها ومن الثورة وأي اتفاق يوقع بهذا الشأن سيلاقي مصيرا أسودا بكل تأكيد ولن يكتب له أي نجاح إن شاءوا أن يكون سواء كانت روسيا أو الولايات المتحدة أو الأوروبيين أو أي حلفاء يتناقشون معهم أو حتى تركيا وقد بلغنا في الأمس أنه عندما علق وفد المعارضة قضية المشاركة في المفاوضات كان الموقف التركي داعما لهم ومحيي لهم وبالتالي يجب على كل الأطراف الأصدقاء وغير الأصدقاء نحن نقول روسيا حتى روسيا هي عدوة وهي مجرمة في سوريا وقتلت ما قتلت وحمت النظام وبالتالي نقوم بفاوضتها أما أن تجلب لنا إيران وما فعلته فهذا لا يمكن أن يكون مقبول لا سياسيا ولا أخلاقيا ولا منطقيا وهذا نعود إلى دور الأمم المتحدة والولايات المتحدة والتي بدأت تغير استراتيجية تجاه سوريا شكرا جزيلا لك المحلل السياسي ياسر بديو كنت معنا من الصمبول معلقا على اجتماعي السنة الأخير